في بعض ما فيه ما تشك كتير أنا أحرصت فيها في بعض المباريات لكن كان هدفي الرئيسي اللي أنا إزاي نطلع من المباراة النادي الأهل أو منتخب مصر كذبان كنت محظوظ أن أنت كان نجيلك جيل عمالقة كابتن حسام، كابتن إبراهيم، كابتن شبير، كابتن عدل عبد الرحمن، عبد الجليل يعني جيل جيل قوة مش عندنا بس إنت لو بسطل في أنديت مصر كلها في الوقت ده وعرضك عصير التقاول الفترة دي في الملعب لا كان الوضع بقى صعب جدا أنت ما بتلعب وانت في ناضي المنصورة النادي الأهل تنقل تروح النادي الأهل بالنجوم اللي حرضك بتقول عليها من أول كابتن شبير لرأس الحربة وليت صلاحة دي خشبة كتير وهادي ووليد أولهم لك يعني جيل قوة محمد يوسف، عم الحديدي، عبد الدهب كابتن أصام عرابي، كابتن ردع عبد العقل مشير حنفي، كابتن كمونة برضو، سامير كمونة وكابتن حسام حسن وكابتن محمد رمضان وكابتن حمارة صدق شمحانة فيه لا انت بتكلم على جيل احنا الحمد لله وانا اعملنا كمان إنجازات للنادي الأهل كتير او في الجيل ده الحمد لله سوى إفريقية او عربية او بطولة دورة او كاس لا احنا حتى عشان كده بقولك اللي ملعب للنادي الأهل والزمالك ما تقولش أنا جبت لا النادي الأهل والزمالك مش محتاجين بطولات انت قول انت حقاتي كان بطولة مع نديك مع كابتن جهري عصرت أنا طبعا مع منتخب مصر كابتن ربنا شفيه كابتن هارو مصطفى منتخب اللومبي الدكتور محمود سعد طبعا عدنا معاه ثلاث سنين مع بعض عصرت طبعا دكتور طه اسماعيل انا اتكلمك على المستوى الكامل منتخبات ايو ايو كابتن طبعا محمود الجهري وكان فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي جيلي تسعين كله سوى المنتخب اللومبي هو منتخب مصر لا كان لنا بصمات لكن ممكن تكون الاصابة بقتعطن بعض الزوقات صابت رباط الصليبي جالي فترة عطن فترة وبعد كده برضو رجعت تاني جالي رباط الصليبي التاني عطن فترة فكل دي فترات ومع النادي الاهل والزمال أو الاندات كبيرة بيتعطلك فبتبقى لك على فترات كده لكن الحمد لله على قد ما انا اجتهدت يا مهيب على قد ما ربنا سبحانه وتعالى عشان كده لعيب الكرة كل ما انت بتبقى قرار من ربنا كل ما انت بتدي ربنا هديك وقفت عند لانت تدي ربنا مش هديك وخاصة ان الكرة بتبقى محتاجة لازم تبقى قرار من ربنا سبحانه وتعالى لازم تبقى ملتزم برا الملعب بس انت كنت شايف نفسك شوي لفترة من الفترات لا عمر يا مهيب انت انت عارفني كويس اولا الحمد لله يعني ده كلام اللي كان بيتعالي لا لا والله انت عارف الحمد لله ممكن انت اللعاب الاهلي او اللعابة اللي بتبقى يعني في الوقت بتاعها بتبقى مجغولة بالملعب مش مجغولة بالناس اللي برا الملعب الناس بتبقى زعلانا من اللعاب الكرة ممكن لعاب الكرة ما يستهرش معاك ممكن لعاب الكرة بعيدة عن الادواق انت كنت بتجري دايما بتحيبش التصوير لا انا على طول من ملعب انا ممكن كنت بقعد مع فترة مع ولادي اكتر ليه انت ده اللي كان بيخلي الكلام ده يتقال ان انت شايف نفسك شوية بس هؤلما الناس مشو اخدا بالها ان انت خجول انا بعيد تماما يعني أنا بعيد تماما عن الأضواء الشوية بالضبط ليه؟ أنا بيبقى في الوقت اللي أنا كنت فيه اللي حارت بتكلم عليه أنا مركز أو اللي أنا بيبقى مركز في الملعب الفترة اللي أنا بيبقى فيها أنت عارف فترات سواء مع الأهل أو منتغب ما فيش فترة اللي أنت تعال مع أسرتك فأنت ما أنت بيبقى بتشوف الوقت اللي أنت تقدر تكسبه اللي أنت لو قعدت ساعة أو ساعتين أو يوم ويومين بتبقى تستغلهم اللي أنت تبقى موجود مع أسرتك لكن في أوقات كتير قوي في مع النادي الأهلي كنا صعب نقعد في جنينة النادي الأهلي أو صعب اللي حتى لعبت النادي الأهلي تخلص التامرين وتمشي على طول ليه؟ انت بتبقى مضغوط يا مهيب ضغط مش طبيعي مطلوب منك تكسب مطلوب منك بطولة مطلوب منك ماينفعش يعني أنا في نادة المنصورة وكنت بقولها يعني مع نادة المنصورة فيه أنداء أخرى متعود على مركز معان في الدوري عايز يبقى موجود لكن معنا